اشتركوا في القناة احبتي من جديد نزلنا مع قناة تفسير احلام اخيكم اسبعيل الجعبيري الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نرضى هنتكلم وما زال الكلام قائم عن سلسلة الموتى نرضى هنتكلم عن تفسير رؤية الميت يسأل عن شخص حي حينما يرى الشخص في منامه ان والدته المتوفية مثلا تسأل عنه هو واقف يتفرج على المشهد ام المتوفية بتسأل عليه ما معنى هذه الرؤية وان هذه الرؤية تدل على اخير ولا شر هذه الرؤية محمودة باذن الله تدل على التخلص من بعض مشاكله وعقباته وهمومه واحزانه وسوف تصبح حياته هادئة مستقرة باذن الله تبارك تعالى وحيانا هذه الرؤية تدل على بعض الافراح وتدل احيانا على السعادة التي سوف تغمره في الفترة القادمة باذن الله تبارك وتعالى وربما تدل هذه الرؤية حينما يرى الانسان ان هناك ميت معلوم لديه يعني يسأل عنه ربما تدل ان هذا الميت يحتاج الى دعاء وصدقات من هذا الشخص الذي يسأل عنه الميت هو محتاج كنت مش محتاج حدي تاني ممكن بقى الميت ده يكون ابويا امي اخويا اختي ابني طيب ما هو في ناس تانية موجودة في العيلة او في الاسرة لا هو عايزك انت انت اللي تدعيله وانت اللي تصدق عليه الله اكبر الله اعظم ده اذان الفجر الاول يعني بعض الناس بتقولك انت بتسجل والادان شغل ده اذان الفجر الاول يعني امامنا لسه تلت ساعة واللس ساعة لما يجي الازان التاني اما في حالة رؤية الشخص في المنام ان شخص متوفى يسأل عن شخص معين مش بيسأل عليك انت باد بيسأل عن شخص معين وانت عارف فهذه الرؤية تدل على ان هذا الميت يحتاج شيئا من هذا الشخص الذي سأل عنه وايضا قد تدل كما ذكرنا في البداية ان هذه الرؤية تدل على ان الشخص المسؤول عنه سوف يتخطى حاجز في حياته وفهالرؤية تدل على تخطيه لبعض العقبات ان شاء الله تبارك وتعالى وربما تدل هذه الرؤية على ان الميت كلفك بشيء قبل الوفاة وانت لم تفي بوعدك ودي نادرا ما تحدث ممكن يكون في شخص يطلب مني شيء وانا نفزه له وتاني يوم ألاقيه توفاه الله فيجيلي في المنام بيسأل عني وكأنه بيطلب مني أفعل الشيء اللي هو طلبه مني قبل ما يموت ممكن رؤية شخص متوفي يسأل عني ربما تدل على الشوق من اللي بيشتاق لي مين ممكن لي اتنين ولكن بنسبة كبيرة الميت يشتاقوا الي يعني هموت لا أبدا زي ما انت مثلا لما يكون في شخص عزيز عليكم بيموت انت بتشتاق له وكمان الاموات بيشتاقون آه طبعا مين قال الاموات ما بيشتاقوش لنا فربما تدل هذه الرؤية على الشوق تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته